ويكون نسبته عالية وبعض الأحيان عندما نفعل أشعة تلفزيونية يبنشي السرطان بالبنكرياس لكن عندما نفعل أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي يبن أيضاً لو عملنا مسح ذري يبين إذا كان هناك سرطان في البنكرياس أو لا أو يبين إذا كان هناك سانويات انتشرت في الرئة أو في الكبد أو في الغدد اللينفاوية أو في العظام أو في أي جزء من أجزاء الجسم بالنسبة لهذا السرطان هو أنواع لكن أخطارهم هو السرطان الغدي وهذا السرطان الغدي يشمل الخلايا التي تفرز عصارات الهاضمة وهذا يشمل حوالي 85% من الحالات أما الـ 15% الأخرى تشمل أنواع أخرى من السرطانات التي تعتبرها ندرة قليلاً ومنها الأورام العصبية السماوية